السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه احنا النهاردة عندنا وصفة حلوة اوي لتفتيح البشرة بجد مفعولها مفعول السحر جميلة جدا هتفتح معاك البشرة من اول مرة من اول ما تحطي المسك وتخسليه بجد مفعوله سحري يعني هيخليكي بيضة كبياض التلج بجد رهيب حلوة اوي بيشيل كل الجلد الميت والبقع السودة اللي بتبقى في الوش وكمان مش بس كده بيشيل بصور السودة اللي بتبقى في الانف وفي الدق وكمان بيشيل الدهون اللي بتبقى موجودة في البشرة ومدايقاكي والحبوب الصغيرة كل ده بيتشال بجد جميلة جدا ومهما كانت البشرة غمئة بيعمل على تفتيح البشرة بطريقة جميلة جدا وغير مضرة للبشرة نهائي ولا هنحط اي حاجة كميائية على البشرة كلها من مكونات طبيعية وجميلة جدا ومفعولها زي ما انتو شايفين بصوا على ايدي الفرق بين الايدين واضح جدا وده من اول مرة من اول مرة بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الخطوات واحدة واحدة كده عشان نعملها مع بعض معانا بولا بولا ازاز بولا بايريكس اي حاجة المهم ان هي بس تكون هتدخل الميكرويف عشان نسخنها لو مش هتدخليها في الميكرويف اعمل حسابك انك تعمل المكونات دي في كانكة صغيرة او في حلة صغيرة تمام هنجيب هو فنجان لبن كامل فنجان لبن كامل بس انا اسمته على نصين تمام اخدت نص الفنجان صبيته الاول في البولا اللي انا هعمل فيها مكونات المسك تمام وزي ما انا قلتلكم دي عشان هتدخلها الميكرويف بعد كده فحطها في بولا ازاز حطيت معلقتين من معلقتين كبار من معلقت الشاي اللي هو الجيلاتين النباتي جيلاتين نباتي اللي عشان فيه عند العطار جيلاتين حيواني الجيلاتين الحيواني ده بتبقى ريحته مش حلوة عشان هو جيلاتين حيواني فراحته مش مستحبة تحسيك كده اا في ريحة زفرة فيه فانا بفضل جيلاتين النباتي بيبقى حلو اا هو مفعول وقمز دي الحيواني بس بيبقى على لقل ريحته انا هتقبل عشان حطه على وشي تمام وهالدوبه كويس مع اللبن بعد كده هضيف مع لقتين من زيت الزتون اوكي مع لقتين من زيت الزتون بديل زيت الزتون ايه زيت جوز الهند زيت الزتون او زيت جوز الهند تمام خلاص كده انا قلبت المكونات كلها مع بعضها وسبت الجيلاتين مع اللبن مع زيت الزتون على جنبي كده بحيث ان هو يطري الجيلاتين تمام عندي ايه كده هدفح تمام كتعة فحم وكيس ساندوتشيت كتعة فحم كبيرة بس انا قسرتها بالسكينة كتعة كده عشان يبقى سهل علي ان انا افرمه او ادقه حطيته في كيس ساندوتشيت وجبت اللي هو شاكوش او اي كتعة خشبية اي كتعة خشبية بس تسهل علي ان انا ادقه بحيث ان هو يتفرم معي زي البوضر وطبعا حطيته جوا الكيس عشان يبقى سهل ليه ان انا ادقه وما يتنطورش يمين ولا شميل تمام آآ انتو عايزين بتعملو في المطحنة اسهل ليكوا اعملو بس انا بصراحة يعني انا عندي اسهل ان انا عامله كده عشان انا مش عايزة مفروم بودر قوي هوريكو انا عايزة فيه اللي هو الحبيبات عايزة يبقى فيه زي حبيبات كده هوريكو ليه وانا هعمل بي ايه هتشوفوا دلوقتي معي بس اهم حاجة ان احنا ندقوا مع بعض كويس زي ما انتو شايفين كده بتأكد بس ان كله ادق هشوف كده خلاص زي ما انتو شايفين بصوا بصوا البودر سهل جدا وطريقة سهلة وفعالة وجميل جدا وانتو عارفين اصلا ان فيه مسكات اسمها مسكات الفحم بيت اتباع بس بتتضاف عليها مكونات كيميائية احنا بدي مش عايزينها الوشنا احنا عايزين وشنا يبقى نضارة وحاجة نظيفة وحاجة طبعية تتحط على وشي انا مكونش خايفة ولا مقلقة منها وفي نفس الوقت تديني مفعول جميل ومفعول مخافش منه ومعالج مش يبيضنه خلاص لق معالج هحط عليه معلقة كمان عسل نحل معلقة عسل نحل ده بيديني ترتيب ويطري وشي وكمان لو للبشرة حساسة ده ما بيقصرش في البشرة حساسة خالص لها حتى لو في حب الشباب وحساسة جدا وملتهبة ما تقلقش خالص معلقة العسل دي هتغنيك ان هي ترتبلك البشرة من اي حاجة تمام ضفت اي بقى بقيت الفنجين انا قلت لكم اسمت الفنجين الى نصين نص ضفتوا في الاول ونص ضفتوا في الاخر شايفين بصوا هتلاقي القوام ايه ساميخ شوية متقلقوش ما تضفوش اي حاجة تاني استنوا لما اندخلوا في الميكرويف حوالي اربعين ثانية اربعين ثانية مش اكتر من كده انتو هتلقوه الوحده بيفور او ارفعوها ترفعوها على الكنكة ارفعوها على الكنكة او ياريت تعملوه يعني بلاش تبقى النار هادية خالص مش عارفين تعملوه اعملوه حمام كأنكم بتسيحوا شوكولاتة حمام مية حمام مية ازاي هتحطوا حلة فيها مية وفوقيها الطبق الازاز ده او حلة تانية اصغر منها اا واتدوبوا اتدوبوا بحيث ان المكونات دي تدوب بس لكن هتحطوها على الكنكة ونار وعلى النار هتقوموا ايه اا مواطين النار خالص كأنكم بتعملوه اهوة واول ما يبتدي يرغي كده من الجوانب وتفضلو تقلبو فيه طبعا عشان ما يحروقش من تحت تفضلو تقلبو فيه اول ما يعمل فقاقية كده من الجوانب تقفلو عليه وتفضلو تديرو تقليبة وتسيبوه يبرد اول ما يبرد هنعمل ايه هنقلبو كده باي فرشة اا فرشة الرجاجو بتاعتنا او فرشة عندنا احنا بنستخدمهاش غير في المسكوت اوكي هتقلبوه كده بالفرشة بعد كده هتضيفوه على البشرة اا منطقة حوالين العينين دي هتسيبو بس اللي هي تحت جفن العين دي بس وفوق العين دي هتسيبوها ما تحطوش عليها المسك لكن باقي البشرة لحد الرقبة هتضيفوه اي مناطق سودة تحت القبط منطقة البكيني اا الركب اا اي منطقة غمق في جسمك حطيها دي ولا فيها هتأثر ولا هتضر بالعكس دي هتنفع بشرتك جدا وكمان بتساعد على تنعيم البشرة وبتشيل اا البقايا الجلد الميت فيه اصلا البشرة السودة دي انت بشرتك بتبقى مثلا موحدة انت ما عندكيش توحيد لانه البشرة عندك مطرح الطرحة الحجاب مطرح الايد الحاجات دي بتبقى مطرح المصيف اا بيديك كزا درجة دي طبعا اا اا الطبقة اللي بتبقى غمق ادي دي بتبقى خلاص جلد ميت انا مش عارفة اشيله ازاي بيبقى خلاص اعمل ايه بقوما عامل المص كده وبجد لما تشلوه الطبقة الجلد الميت الخفيفة دي بتتشال مع المص كده وبتديني بقى الهوى النضارة وكمان انتو عارفين ان الفحم بيساعد على الطبيل وغير كده بيساعد اا بيساعد على اا توحيد لون البشرة وكمان العسل بيساعد على الترطيب وزيت الزتون نفس الكلام الجيلاتين برضو بيدي بشرتي بيشدها بيشدها من التجعيد وبيديني نضارة وحمران للوش تمام انا طبعا بيقشره سهلي جدا بيقشره كده فبيشيل هو بيعصلك معي طبعا عشان بيشيل الجلد الميت والبصور والحاجات دي تمام انا عايزة ااا هو بيقعد من ااا خمستاشر دقيقة ااا لنص ساعة انا عايزة ااا اخسله بقبل كده اعمل ايه? هعمل زي الدلكة هحطه واسيبه تامن دقايق وهقوم عاملة زي الدلكة اللي هو ايه? هافضل افرك فيك اني حطى سكراب في الوش هافضل افرق افرق في جسمي هحطه على جسمي انا مش هقدر قعد نص ساعة هعمل ايه هقوم حطه على جسمي واسيبه 8 دقايق من 8 ل 10 دقايق هيقوم ايه من ينشفش قوي هقوم عامله زي ده ده عكه ركب يجامد وجلد كل ده هيطلع سواد الدنيا وزي ما قلتلكم بجد مفعوله مفعول السحر ورائع وباين طبعا على ايدي ده كمان غير بشرتي باين جدا وفتحها بطريقة فظيعة وبجد الدني نعومة وشال البصور السودة وشال البقع وبجد وصفة جميلة جدا مع الفة السلامة ونشوفكو في وصفات جديدة مع يوميات لارا العسولة